في الحرب العالمية الثانية اشتهرت أغنية بيلا تشاو كأغنية فولكلورية ثورية لمقاومة النازية واليوم وبعد 75 عاما تعود أغنية بيلا تشاو من جديد إلى الشوارع الإيطالية وهذه المرة لمواجهة خطر أكبر يهدد العالم وهو خطر فيروس كورونا فاختار الشعب الإيطالي الذي يخضع لعزل إجباري في المنازل أن يقاوم هذا الفيروس بهذه الأغنية الثورية دعونا نشاهد إيطاليا تحت الحجر الصحي ومن الطبيعي أن نرى الشعب الإيطالي يحاول الترفيه عن نفسه بشتى طرق لأنه شعب يحب الحياة لهذا كان من الطبيعي أن يخرج إلى الشرفات ليغني ويرقص كنوعا من المقاومة النعيمة لفيروس كورونا دعونا نشاهد دعونا نشاهد إذا كانت إيطاليا لجأت إلى الغناء كسلاح لتخفيف من حالة العله التي أصابت البلاد والحجر الصحي الإجباري الذي يخضع له الشعب الإيطالي فلم ينجح هذا السلاح في ألمانيا أحد الأشخاص حاول أن يغني في الحجر الصحي فتعرض لهجوم حاد ممن يمكثون معه وحذروه إن لم تتوقف عن الغناء سنتصل بالشرطة دعونا نشاهد كل هذه الأجواء الترفيهية ما هي إلا نوع من المسكنات لتلاشي الكارثة الحقيقية التي تواجهها إيطاليا فرئيس مركز الحماية المدنية في إيطاليا أعلن أن عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 1441 حالة وبلغ عدد المصابين في عموم البلاد ما يقارب 18 ألف شخص وبعد أن تغلبت الصين على الفيروس كان واجبها الإنساني أن تساعد العالم في مواجهة هذا الخطر فأرسلت تسع أطباء متخصصين في مكافحة الفيروس إلى إيطاليا محملين بواحد وثلاتين طن من الإمدادات الطبية وهنا نعود لكم مشاهدين ونؤكد أن الوقاية خير من العلاج وعلى كل الشعوب في العالم الالتزام بقرارات الحكومات والالتزام بالمنازل والابتعاد عن التجمعات